كتابات الطيب صالح كلها من مفترض أنها تترجم لدراما إذا الإعلام وظفة لحاجة دي إحنا اللغة نبتصل والناس اللوصلوا لهجتهم دي وصلوها عبر الدراما وصلوها عبر اللغاني كده عبر الحاجات دي أنا قلت يا كومي أنا ما ضربت لك مثل هي ما كلها بس مسالة مزيغين يعني إحنا بنتكلم عن مادة مقدمة لجمهور عريض فيه ناس في تونس فيهم ناس في الكويت فيهم ناس في العراق كده أنا عشان أقدم ماجدة يتابعوه لي الناس دي عاوز مقاييس معينة أنا أشتغل بي أنا ضربت بس نموذج بحكية المزيع دي لأنه نحن في الدائرة دي يعني لكن هو ده عمل الإعلام الطيب صالح مستوى رفيع الفيطوري مستوى رفيع لكن ما له إدريس جمع هل هو مستوى قل منهم لكن من ألقاه ما ينتشر زي ما ينتشره لأنه عاش في السودان ومات في السودان فهما وجدوا فرصة أنه أنه ينتشر عبر الإعلام خارج السودان حتى الهادي آدم نفسه كان ممكن ما ينتشر ولا نستعرف لولا إنه غنيات أم كالثوم هي اللي ساهمت موساهمة كبيرة جدا في نشر اسمه وهو شاعر رفيع جدا وشاعر على مستوى كبير يعني لو ما فضائيات السودان اجتهدت في إنها تقدم رسالتها لكل المشاهدين سوى كانوا سودانين أو غير سودانين فبنحتاج زمن أطول عشان نوصل إبداعنا المسألة ممكن تكون مرتبطة بالمال ودي طبعا مشكلة موجودة لأنه إنت لو عاوز تنتج زي ما قلت الأغنية مثلا عاوز تكلف مادي عشان أنتج لي عمل رفيع يعني يلفت نظر غير السودانيين ويعجب السودانيين كمان لو عاوز أعمل دراما الدراما الحقيقية بتكلف مبالغ ضخمة جدا الدراما بذاته أنت يعني رجل دراما ومسرح يعني